بحضراتكم مرة تانية فقراتنا الحوارية دي بشرفنا فيها واحد من حراس المرمى الكبار كابتن أمير عبد الحميد النجم الأهلاوي وكابتن أمير الحقيقة لمشوار حافل زي ما حضراتكم عارفين مع النادي الأهلي واحد من اللي شاركوا أكتر من مرة في المهمة الأفريقية اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة واحد من اللي صنعوا إنجازات كتير مع النادي الأهلي برحب به ويتكلمنا بقى عن كواليسه مع البطولة دي واللي جاي واللي فات شفته إزاي كل ما يخص البطولة الأفريقية برحب بيك يا كابتن أمير أنا برحب بيك طبعا سهام وطبعا كابتن أمير طبعا سعيد جدا وبقى سعيد جدا لما أكون معاكم خصوصا يعني في قناة النادي الأهلي بيتي ومنورنا شكرا تبع حلقة كويسة منحورنا إن شاء الله ونستمتع بيك وزي ما قالت سهام إحنا كلنا طبعا بنكلم على من ساعة طبعا مباراة وقابل كمان مباراة الأهلي للودات كنا بنتكلم على النصف النهاية وإن شاء الله بإذن الله نكون موجودين في النهاية قبل ما نتكلم عن الجزئية ديت عايزين نعرف برضو أمير أنت كليك خبرات في الجزئية ديت ومرت عليك ظروف بنفس الظروف اللي احنا بنمر بيها بطولات أفريقية ونصف النهاية كلمنا عن الظروف ديت والكواليس ديت وإحساسك كباعي بساعتك أن أعمل إزاي قبل بطولة مهمة أو قبل ما تخش على نهاية الأفريق هو طبعا كابتن أنا أولا طبعا مبارك للنهاية الأهلي على الشروط الأول طبعا مطش الوداد وفيه شروط تاني إن شاء الله ربنا وفقنا إن شاء الله ونكون مركزين ونخلص مطش من بادري واللعيبة طبعا عارفة الكلام ده وعارفة المسئولية اللي هي في دماغهم وجمهور كبير وبطولة كبيرة جدا وبالعبوا باسم كبير بنادي كبير زي نادي الأهلي وبطولة غالية بأنها فترة كبيرة جدا ما خدناش بطولة أفريقية وحقا عارف طبعا نادي الأهلي ما بدخل بطولة بيبقى لازم من الأول مطش في الأدورة التمهيدية عارف قيمة البطولة وهدفه إنه هو يوصل للنهائي ويأخذ البطولة يمكن الأجواء في البطولة الأفريقية بيبقى صعبة جدا بتبقى بطولة غالية جدا للنادي الأهلي فكرنا كده بالحاجات اللي انت مرت عليها ببرايات صعبة يعني مواقف من المشوارك الطويل مع النادي الأهلي يعني أجبت أن أعتقد أن من أقوى البطولات اللي كانت موجودة بعد طبعا الصفاقسي وجول الشهير بتاع بطريكا 2006 كان صفاقسي بل كانت أجواء صعبة جدا خصوصا أننا كنت أنا والحضري وأحمد عدل عبد المعلم كنا موجودين والحضري طبعا كان ساعتها ميشي من النادي وكانش فيه غير أنا وأحمد وفي نفس الوقت كان أحمد لسه خبراته قليلة وفي نفس الوقت يعني كانش ينفع النادي الأهلي يقيد حارس تاني كان خلاص قد يتقفل وخلاص يبقى أنت قدام مهمة صعبة بالضبط كانت البطولة صعبة جدا لأن طبعا يعني واحد زي الحضري قيمة كبيرة لما يمشي وخصوصا في الطوطة أفريقية في البدايات أعتقد تبقى صعبة جدا ولما ساعتها حصل لي إصابة كمان أه كان حصل لي إصابة وبعدين كان مستر مانو جزي قال لي رايح كنا بنلعب مثلا كل عشر أيام ماتش رايحت يعني كنت بتعالج وباخد حقا مكشبت مرن خالص غير تمرينة واحدة قبل الماتش وكملت الأدور التمهيدة لحد مرامز الصالح جنة وتأيد كانت الظروف صعبة جدا في البداية وكانت ماتشات صعبة جدا وبعد كلا دخلنا بقى في الأجواء وكان عليها ضغط كبير جدا إن طبعا جمهور النادي الأهل نفسه في البطولة وكان عنده قلق بسيط وده طبيعي إن بعد الحضر يقيمة كبيرة ويحصل لك الدروب ده بس كان عندهم ساقة كبيرة جدا الحمد لله وجهاز الفني مستر مانو الجزي وكبتنا أحمد ناجي واللعيبة كان معنا لعيبة كبيرة جدا وخبرات ساعدوني وفي نفس الوقت كانوا عندهم ساقة فيه وكملنا البطولة الحمد لله المشوار الحمد لله كنت عمل كمان ماتشات كويسة جدا وأنا مصاب لحد ما دخلنا بقى في الأدوار اللي هو دناموز هراري ودخلنا في أنيمبا كان أنيمبا صعب جدا إن كنت أتكسبه 3 إيلة 3 إيلة جدا وقعدت 10 سنين متتغلبش على أرضها والحمد لله عملنا تيجة إيجابية اللي هو كنا متعدلين هناك 0-0 وكان الأجواء صعبة جدا كان مطر وكان جو صعب جدا وكسبنا هنا الحمد لله تقريبا 2-0 وصعدنا وبعد كده لعبنا القطن الكاميروني خلصنا هنا في الماتش وبعد كده لعبنا فهنا هناك وتعداني 2-2 فالأجواء بتبقى صعبة وبطولة غالية والدعيبة كلها بتسطر تاريخ ليهم لأن طبعا بعدها فيه كاس العالم الأندية بطولة قوية الحمد لله ربنا كرامنا ببولت الدوري إن شاء الله في الكاس أفتكر أن كاس العالم الأندية تلغى السنة دي أفتكر يعني أفتكر يعني أفتكر يعني أفتكر السنة دي أه كاس العالم الأندية حتى حتى وإن برضو فتبقى مهمة بطولة بيحلم بها كل الأهلوية طبيعيا النهاردى الضغوطات اللي أنت بتتحدث عنها دي في توقتكم أكيد النهاردى بتعرض لها نفس لعبتنا وزاد عليها كمان ضغوطات من أنواع مختلفة يعني النهاردة زي ما كنا منتكلم في فكرة الإشعاعات اللي طالع على شناوي وغيرها من اللعيبة بتشوف الدغوطات دي أو نوعها النهاردة بيأثر على لعبتنا ممكن يأثر عليهم خالص طبعا يعني يكيب كابتن هيا رمزي طبعا نجم كبير وعارف الكلام ده كويس كل لعب بمثل النادي الأهلي هو عارف كويس قوي قيمة النادي فبالتالي هو محطوط تحت ضغط كبير جدا ومتعود على الكلام ده وخصوصا اللعيبة الصغيرة يا واحد زي هاني محمد هاني صغير وبيلعب وهيلعب في فاينال إن شاء الله يعني دخل في الأجواء وعارف كيمة النادي وفي نفس الوقت اللعيبة الصغيرة اللي طالع شاربين حتة المكسب وبيلعب على بطولة دايما ودايما إنه هو محطوط تحت ضغط فطبيعي كل الكلام ده اللعيبة حاسة به فمش هتفرم على اللعيبة حتة السوشال ميديا اللي بيتكلموا فيها ان غيابات شناوي أو مش عارف إصابات مين أو الكلام ده كله وحن عندنا الحمد لله لعيبة كويسة خبرات كبيرة جدا عندنا توازن كمان في التييم وعندنا مدرب كويس جدا عنده خبرات في أفراقيا يقدر يحطي الناس والعيبة في وقت معين يحط سن خبرة Though there is a fair game ينزل في وقت مناسب يلعب من البداية يا الشباب يعني هو عده خبرات كبيرة جدا وفي نفس الوقت يعني كان عام una نتاية كويسة جدا مع سنداون ولعب وخد بطولة أفراقيا ولعب كأس عالم فأكيد عنده خبرات وده و هذا الذي كان النادي الأهلي ومسؤولين النادي الأهلي يدوروا علينا أنت في وقته صغير كابتان هاني مش هتقدر تجيب واحد لسه هيتعرف على اللعيبة ومش هيتجيب حد لسه هيتشوف التشكيل ويعرف مين اللعيبة لكن هو قردي جاي أولاً عارف قيمة النادي ثانياً عارف قيمة البطولة أنها غالية ثلاثاً عارف لعبة النادي الأهلي كويس وعارف الوداد كمان وعارف الوداد لعب ضد الوداد فهو يعني أكيد هيلعب بخطة كويسة جداً أكيد إن شاء الله هيبقى في التوازن ولكن طيب قبل ما نروح للخطة أمير عايز أخد برضو إحساسك وأحساسك دلوقتي مختلف أكيد وإنت لعيب يعني عايز أخد إحساسك أو منقرنه ما بين وإنت لعب أنت دلوقتي حط نفسك أمير هتلعب بالمباراة قبل النهائي يوم الجمعة وأمير اللي اتفرج على مباراة النادي الأهلي والوداد شعورك كان إيه كنت الآن من مباراة الوداد الأولى كنت عندك توقع أن النادي الأهلي هيعمل نتيجة كبيرة ونتكلم على إحساسك قبل يوم الجمعة هيكون عامل إزاي بص يا كابتن يعني أنا ممكن والله بجد فعلاً كان فيه ناس أهلوية كبير يعني كبار جداً من أكبر ناس بتشجع على النادي الأهلي كانوا بيتكلموني متخوفين جداً جداً ألأ طبيعي ألأ طبيعي قبل المباراة مششجعين مششجعين النادي أو ناس أعضاء في النادي أو زميل اللي هم أهلوية كانوا قلقانين جداً قبل المباراة لإني طبعاً هيلعبوا اسم الوداد برضو اسم كويس ولعب وكسبنا قبل كده ولكن أنا كنت باني خبراتي أو إحساسي أو إحساسي باللعيبة أن النادي الأهلي النادي كبير ولما بيلعب على بطولة ما بشافر معاه بيلعب وداد أو بيلعب مين لأن إحنا الحمد لله وخصوصاً يا كابتن إحنا في أسوأ حالتنا السنين اللي فاتت أنت بتوصل فينال وما فيش توفي يعني أنت بتوصل حتى في أسوأ حالتك لكن اللي أنا عادي بتعايز أقوله أن اللعيب يعني أنت ما كنتش أقل أهنا ما كنتش أقلان خالص وعرف أن إحنا هنكسب يعني متوقع أن إحنا كمان هنكسب أنا بيني وبينك أنا آه أنا الألاء الإيجابي يعني كنت الآن بس عندي ثقة في اللعيبة بس بيني وبينك برضو أن أنا ما فكرتش أن إحنا نكسب اتنين سفر يعني أنا قلت ممكن جداً نادي الأهلي يقفل كويس وممكن آخر مثلاً آخر ربع ساعة نجيب جول النتيجة تخرج واحد 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 سفر لنا لكن بأمانة اتنين سفر ما كانتش متوقعة خالص بص يا كابتن حاكب بصيتها على الجول اللي جابه أفشا مين اللي ضغط؟ أفشا هو اللي هو مفروض بيلعب تحت السعود وفي نفس الوقت كان مروان كمان يعني أنت هو عنده إحساس بأن اللعيب بتاع الوداد هيغلط مدافع فارح ضغط لما ضغط هو عارف قيمة بقى الجول اللي هو يجيبه يعني شوف كم كسبرينت يا كابتن بعد نص الملعب والتركيز هو خلاص هو رايح على الجول أنا حاسس بيه أنه هو جمهور النادي والبلد والأهلوية كلهم في الحتة دي هدفهم أن الجلدة لازم ييجي فكان مركز جامد جدا جدا وعمل مطش كبير جدا فأنا إحساسي قبل المطش أن النادي القلي بيلعب على بطولة فمش معقول هيروح هناك يا كابتن هيدافع كنا القانين برضه أنه أفشا مع موسماني له شكل تاني زي ما بيقولوا يعني والحقيقة برضه في البعض اللي مستغرب النهاردة أنه موسماني في التوقيت القصير ده قدر أنه فعلا يعني يأثر بالشكل الإيجابي على أداء أفشا ما أنا بقول لحضرك هو كابتن عارف اللعيبة وفي نفس الوقت هو مع مدربين كل واحد له المهمة بتاعته عنده حد بيحل الأداء عنده حد بتعليقة بدنية فطبيعي أن الناس دي لما جاته واللي أنا عارفه أنه هو كان بيعمل كل شوية اجتماعات مع اللعيبة وكل شوية بيتكلم مع ده وبيتكلم مع ده وعارف فهم يعني كان فيه اجتماعات كبيرة جدا وكان بيتفرغوا على مطشاط وأكيد درسوا الوداد كويس زائد أنه هو قريدي عنده خلفية عن الوداد وعنده خلفية عن اللعيبة وشاف آخر مطشاط اللعيبة اللي موجودة فهشاف من اللي في حالته من اللي بعيد من اللي يستنى شوية من اللي كان بيلعب وحسس أنه هو مثلا يعني لا مش هيبدأ بيه دلوقتي هو أكيد عارف وأكيد معاه طبعا كابتال سامي أمصان ومعاه كابتال سادة حفيز الجهاز مهم جدا أن يكونوا موجودين وأكيد فيه تواصل بينهم فأعتقد أن رجل فترة بسيطة قدر يلعب ثبت التشكيل اللي هو فات غير واحد أو اثنين أعتقد بدأ بمروان وباديو كان بيلعب أساسي أفشا كان بيلعب بس كان عليه ضغطات قدر يتكلم معاه خرجوا مبارة ضغطات ديد لأنه عنده خبرات كبيرة جدا فأعتقد أن أفشا التوئيد بسيط فرق التوئيد صغير لأنه كمان هو باللغة الكرة كده عادة للملعب شوية يعني في وقت من الوقات كان طبعا خلينا نتكلم فترة بيلر كانت مميزة جدا قبل كورونا بعد كورونا كان فيه شوية لغبطة والتغيير في شكل الأداء ودى يعني أفشا ناحية المين شوية حتى ديونج لعب ناحية المين فكان فيه لغبطة وكان أداء النادي الأهلي مش هو الأداء فعشان كده كنت بقولك كان فيه شوية ألأ لأن الجماهير كانت ألأة من مباراة الوداد الوداد بشكل كبير لكن أنا بقيت كلامك لأن كمان تحس أن أفشا خد راحته شوية يعني اداله مساحة اللاب اداله البوزيشن اللي هو حبه كمان الجني اللي جابه ده أكيد زي ما أنا قلت قبل كده كان بتعليمات لأن الضغط من قدام ده ده لازم يتقل رقم عشر ده لما يكون الكرة مع سردباك لازم أنت تضغط فضغط فكلها أمور زي ما أنت بتقول أمير بتحسسنا أن إحنا قدام مدير فني فاهم شخصية النادي الأهلي وبإذن ده داين عكس لإن شاء الله لنهاية المشوار إن شاء الله اليوم ستة نوفمبر خلينا نتكلم على جزء مهم جدا وإحراس المرمى وأنت طبعا من حراس الكبار والكليك بصمة في النادي الأهلي شايف محمد الشنو كلنا شايفينه بشكل مميز إيه أكتر حاجة مميزة دلوقتي في محمد الشنو أنت شايفك أمير كبعين بقى حارس مرمى مخاضر زي ما بنقول أنا عجبني جدا كابتن الشنو الحالة اللي هو فيها مش من دلوقتي من بقاله سنتين أعتقد عجبني حالة التركيز بتاعته هو عارف التركيز طبعا يمكن أنا اتكلمت معاه كذا لقاء بينه وبينه أقوله أنا عجبني جدا التركيز بتاعك أنك أنت ما بتشغلش بالك بالسوشال ميديا ولا بتشغل بالك بأي حد بينتقدك في نفس الوقت يا كابتن الشنو أعرف قيمة النادي الشنو كان معنا جون خامس أو رابع وإحنا كان صغير تمام رم معنا ما كانش فيه فرصة لي راح لعد كذا نادي وخد خبرات رجوعه للنادي الأهلي يعني هو قداله سوكة جدا جدا من جوال أنه قدر يثبت للناس أن أنا كنت أستحق أن أنا كنت موجود في النادي الأهلي مع الحراس الكبار الموجودين لما رجع وقف على رجله بقوة حظه كمان خلينا وقعين أنه كان بيلعب بداياته بدايات الشنو في المنتخب مصر أو معنات الأهلي أن الحضري كان خلاص يعني آخر سنين أو آخر آخر وقت لي أنه يلعب لأن طبعا الحضري وجوده وهو وقف على رجله أكيد فرصته أصعب لأي حد تاني بدليل أن النهاردة فيه كذا حارس بيلقد بشكل كويس فعجبني جدا الشنو أنه هو لما خدمه على المنتخب قد صعوكة كبيرة جدا لمصر مش لنادي الأهلي بس من خلال مشاركته لعب ماتش كبير مثل برتغال لعب ماتش كبير جدا ولعب كاس العالم خدمانه ده ماتش بالضبط فأعتقد أنه هو التركيز ده هو اللي خلاه يلعب جول في نادي الأهلي أساسي ويركز ويروح منتخب مصر يمكن بداياته مع نادي الأهلي ما كانتش موفق قوي لأنه لها في بطلعة عربية وما كانش موفق في بعض الماتشات فكان فيه كلام كتير جدا أنا أجدني فين هما ما بيركز في الكلام ده ولا السوشال ميديا هو مركز في تدريب برا الملعب مركز عنده ما شاء الله ربنا يحميهم أسرة عارفة كويس قوي توفر المناخ الكويس جدا هو يبدأ المركز لأنه أنا كلمت ما أعرف حالات كتير جدا وهو كمان هي شخصيته كمان كده يعني أفتكر أن اختبار الثبات المفعالي في واحدة زي مثلا الشيعة لطلعت عليه بالنسبة للكارت الأصفر ده اللي قال لك طلع عليه ومش هيشارك لأ قدامه فرصة واحدة وكذا وكذا موقف بحس أنه لما بيختبر ثباته المفعالي لا بينجح فيه لأنه ده في شخصيته أصلا محمد وبعدين كمان هو تعرض لمواقف كتيرة جدا كتير الأنقاذ اللي بيأنقاذه للنادي الأهلي مؤثر في ماتشهات كتيرة جدا وشوفنا طبعا ماتش الأخير البنالت اللي هو صده أعتقد أكابت أنه هو طب قول لي بقى بالنسبة دربات الجزاء وإنت حارس مرمى إنت شايف الشناوي إيه اللي بيميزه كحارس مرمى بالذات دربات الجزاء إنت عارف دربات الجزاء دي بقى أكيد لها برضو تدريب وليها لها قواعد برضو إنت أدرى بيها واحنا كنا بنتمرن مع حراس مرمى من الصعب تجيب فيها دربات الجزاء لكن إنت بشايف الشناوي إيه المميز أوي في الشناوي إنه فعلا ما شاء الله يعني في دربات الجزاء تقدر تقول إن الفرصة بدل ما تبقى 99% هدف لا ممكن تنزل 70% و80% بص يا كابتن هو طبعا البنالتي بيبقى بنسبة كبير جدا فيها توفيق تمام إنت ممكن تطمير على حاجة معينة وتترمي في نفس اللحظة بس ما تجيبهاش لكن هو أعجبني فيه تركيز ولتعلم من القبل كده هو ما كانش فيه توفيق في الحتة دي لكن اتعلم ابتدى يعني تدريب كمان طبعا تدريب لإن خلي بالحاجة كابتن هو أعتقد إن كابتن طارق سليمان كان فارج كتير جدا مع برضو مع شناوي نديره حقه الكابتن أحمد ناجي مع منتخب مصر والرجل طالي المدارب دلوقتي اللي هو أصلا عنده خبرات كبيرة جدا جدا طبعا عنده خبرات كبيرة جدا بدليل نحن شفناش شناوي بس متقلeen احنا شفنا النهاردة عليه رطفي بعد لما كان غايد عوضته طبعا من كورونا طبعا تتكلم في واحد أكونو يلعب السيزن كله تتكلم على مصادفة شوبير لسه صغير بيلعب بالسبت وهو سن صغير مطشاط أيليا ضغوطات كبيرة جدا كابتن شوبير على الناد الأهلي مستني منه اللحظة هيبقى كويس لعب التسعين دي يعني تركيز غير طبيعي كل حاجة صح. يمكن أنا كمان حتى كلمت بعض المطش وبركتله أنا ساعتها أعدت كلمت مصطفى. كلمت وأعدت عشان أتفرج عليه لأن أنا فعلا أنا كنت سامع أنه أقول قويس وبأمانة ما كنت تشوفته خالص. لكن أنا أعدت عشان أقيمه في المطش ده. يمكن أنا كلمته وشجعته. مطش الترسانة مطش الترسانة. كلمت بعض المطش على طول وبركتله. كس. عالي لطفي برضو كلمته. ما كانش يرد علي لأنك كنت عايزة أبريك له على الأداء. أما الشناوي طبعا يعني تعلم من اللي فات. وابتدى يعني هو راجل كابتن للنادي الأهلي. راجل واقف للنادي الأهلي حدث مرض من النادي الأهلي. فطبيعي النواقب التسعين دي أمركز. أنا عجبني جدا بصراحة أداء وتركيزه والتنافس اللي بين علي وبين مصطفى. وبعدين في نفس الوقت أنا عجبني في شناوي كمان أنه ما عندهش حتة بتاعة الكبرية أعرض متواضع وشخصية محترمة جدا وشخصية طيبة جدا وعارف قيمة النادي الأهلي فأنا عجبني تركيزه. أتمنى إن شاء الله يا رب حيكون بإذن الله اللي يدور كبير جدا مع زميله طبعا إن شاء الله ربنا يوفاهم وكل الدعم لهم وكل الدعم لكل اللعيبة الموجودة والجهاز الفني إن شاء الله وربنا يستهل إن شاء الله وإذا ما قلت حقيق إن احنا هدفنا البطولة ومش هدفنا ألعب سين الفاينال وإن شاء الله بإذن الله واللعيبة عارفة إن أنا قبل النهاية ده ما خلص إحنا لست فيه شوق تاني لازم من البداية نركز لأن طبعا تعرف كابتن الكورة فيها متغيرات كيرة جدا لكن اللعيبة إن شاء الله بإذن الله مقدار المسئولية وربنا وفاهم وده يمكن للي أنت بتتكلم فيه النهاردة أستاذ حسن المستكاوي النهاردة كان ليه مقالة رائعة بيقولك يعني لا احتفال قبل انتهاء الحفلة يمكن ده بيوضح جدا اللي احنا عملين حتى بنتكلم فيه وأثرناه أكتر من مرة هنا النشوط الأول خلاص آه صحيح انتهى بس مش معنى كده أن انتهى يعني خلاص يعني لحقت الفاينل لا لسه المشوار فاضل عليه خطوة وفيه موقف كمان فيه موقف كمان كان علينا احنا يعني احنا كنا بلاعب الصفاكسي يا كابتن اللي هو الهدف بتاع أبو تريكا أبو تريكا مظبور ها اللعيبة الصفاكسي تعرف الشمال الأفريقي ده عارف طبعا من خبراتك بيعرفوا يتعاملوا نفسيا دخلوا بعد الماضي اتعادلوا معنا هنا كانوا فرحانين جدا وقعدوا يرحلنا لأوضة وقعدوا لنا احنا نكسبكو هنقطعكو هناك في تونس مستمعون الجزيين ساب الدنيا كلها ورحلوهم لأوضة دخلوا لأوضة قال لهم أنا هوريكو إزاي النادي الأهلي يكسبكو في أرضوكو وفي لسه شوط تاني هناك رحنا هناك وخلي بال بعد المباراة على طول دخل قد اللبس بتاعت الصفاكسي في أستاذ القاهرة وقال لهم احنا هنكسبكو هناك هناك وروحنا هناك كابتن تعرضنا المواقف صعبة جدا أكيد أبو تريكا كمان كان ساعتها فيه صورة لي قمر شهير لي قابليها كان فيه عامل نفسي كان عندهم لعبة مش متذكر اسمه قوي كان لعب ممارس جدا قال لك هيلعب أو مش هيلعب ولعبة مصابة وقال لعبة مش عارف إيه هم صدقوا نفسهم في الديئة تسعين إن احنا كسبنا النادي الأهلي خلاص هم على فكرة وعلى فكرة خلاص إن الشماريخ بدأت وخلاص وهم أكنهم خدوا يعني فلكن احنا كان عندنا هدف أكبر إن احنا نزل نكسب المطش والجول جيه كابتن في الديئة الرابعة ده تلاتة تسعين فيعني تكتيكي بتاع الراجل إن هو عنده خبرات والتوازن اللي بقى موجوده وتركيز ده اللي ممكن لقدر الله يعمله الوداد في العودة إحنا مبرح كان عندنا تقرير مهم قوي عن ريمونتادة وما سيحدث من مفاجآت عن عودة ريمونتادة المغربية ممكن ده يحصل لأن أنا عايز أخذك كمان لريدل كانتاوتي اللي هو حرس مرمى الوداد وهو حرس مرمى متميز قوي وليه من كم شهر كده برضو كان بيتكلم فإنه أو وصف مواجهة الأهلي اللي هيقابلوا في نصف النهائي بالعقبة وقال أنا حلمي أخذت العقبة دي وإن إحنا نتوق بالبطولة حلم مشروع أكيد يعني فده ممكن يحدث في المقابل هو حقه طبعا وحق كل لعب في المغرب وكل شخص في المغرب أو بشجع نادي الوداد حقه أنه يبقى عنده أمل وده أكيد المدرب مشروع يعني بالضبط أكيد ده المدرب اللي هو بينقله للعيبة والعيبة يعني هي عارفة قيمة النادي الأهلي وعارفة أن النادي الأهلي النادي كبير وإسم كبير وتاريخ كبير فطبيعا هو هيبقى عنده أمل ويبقى الآن من المطش دوت ولكن أنا إحساس الشخص أنه هو طبعا هيفتح الجيم وأكيد كابتن هاني طبعا من خبراته عارف كلام ده هو جاي عايز على الأهلي يجيب كل من البداية فأنا بقول أن النادي الأهلي مش معنا كده أننا هنهاجم من أول لحظة لكن هبقى فيه توازن وهيبقى فيه تركيز نحن إن شاء الله إحنا لنقابل ده بالمكسب لأن طبعا النادي الأهلي يعني هيحط في دماغ واللعاب وحط في دماغ أنه أنا أكيني خسران فلازم أجيب جول أعوض ده نفسيا على أقل يكسر لعبة الوداد والجهاز الفني بس كنت أتكلم برضو يعني لو أنا شايف المباراة كده كل ما الوقت هيعدي أكيد هيبقى في صالحنا وهم هيفتحوا خطوطهم أكتر لكن فيه جزئية تانية اللي هو جزئية أنه هو يعني الشمال الأفريق عمتا نتعرف المغرب والجزائر ويمكن تونس شوية عملية أنه ممكن يستفز العيب أو ممكن يخش في عملية احتكاج بشكل 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 أقوى وبالتالي ممكن تكون ردود أفعال من لعبة النادي الأهلي ممكن يكون فيه إنذارات وبالتالي ممكن يدخلوك في جزئية في وقت من أوقات المباراة أنك يخرجك شوية عن تركيزك وإنت في الوقت اللي بتخرج عن تركيزك ممكن هو لو قدر له ممكن يجيب جلو فأنت برضو تقول إيه للعيبة والمواقف دي أكيد عدت عليك داخل الملعب والله يا كابتن أكيد اللعيبة اللعيبة عندها خبرات كبيرة جدا بتتكلم في العيبة دولية سواء في منتخب الوانبي أو منتخب الأول والناس اللي عندها خبرات كبيرة جدا كنت بتواجهوا إزاي ده جوة الملعب أنا واجهته طبعا بس السؤال لك يعني كنت بتقوله إيه لبعض جوة الملعب لما حاجة زيتي تحصل وأكيد مرت عليك ظروف زي دي إنهم بيحاول يخرجك من الجزء الفاني يدخلك في مشكلة يدخلك في حكم يدخلك في عنف في اعتراضات يخرجك من الجو العام لتركيزك اللعيبة كلها عارف الكلام ده كابتن نوارد يحصل في المباراة لكن اللعيبة ولاية نادي دايما مركزة في الجيم يمكن أنا أتذكر موقف كنا باللعب فريق من الجزائر كان معنا كابتن هاري خشبة كابتن نادي الأهلي ورجل محترم جدا كان إمتى كابتن أمين؟ أعتقد كان 2002 قريبا وشفت موقف صعب جدا لكابتن هاري خشبة قدامنا موقف كان صعب جدا وإحنا محتش نتكلم وكان كابتن واي الجمعة كان عايز حد دخل بعنف ولا شاتهم دايما كابتن وإحنا نزيل الملعب دايما قدت اللبس دايما خرجك من تركيزك قبل ما تنزل الملعب وكان قدامنا كابتن هاري قال لنا محتش نتكلم خالص وكان كابتن واي الجمعة كان عايز يأخذ موقف ساعتها وإحنا نزيل الملعب وديمكين حاجة أول مرة أقول له الناس ما تعرفش الموضوع دا ولكن إحنا كلنا يعني كلنا كنا مركزين دخلنا كسبنا المطش دا أعتقد أن إبراهيم سعيد جاء بالجول دا فاللعيبة عندها خبرات يا كابتن خلاص مرت سواء في المنتخب أو إحنا لعبنا خلي بالك تونس كتير ولعبنا جزائر كتير ولعبنا تونس كامنتخب ولعب الدولية اللي عندنا عندها خبرات شاركة طبعا كتير اللعيبة اللي موجودة عندها مسئولية إمكان أنا شفت موقف أو ناس كلمت عليه لما ابتدنا حسنا أنه دا ضغطنا في المطش اللي هناك كان فيه لعب أعتقد محمد هاني قال لك يا رجال إحنا مش عزين نتدلع صوته باين يعني هو حاسس بالمسئولية حاسس بقيمة النادي الأهلي وكان كل مرة يعني حتى بعد الهدف التاني كابتن سيد عبد الحفيز كان من على الخط بيقول زي ما احنا نمشي زي ما احنا بمعنى أن زي ما احنا في إيه كابتن مش خنيئا بس في تركيز يعني زي ما احنا يبقى ماشيين زي ما احنا بالضبط لقيين فيه أوقات برضو أمير وإسهام كأننا احنا احنا كالعيبة بقى أننا بنجيب جون بره أرضينا وبنقصب 1-0 خاصاتها من في تونس والمغرب بتلاقي احنا نحس بال لا بنرجع نرجع بنرجع بنحس لا كفاية 1-0 فنرجع في تسعة وتمانين الجون جدا برضو في ديئة أربعة حسام حسن احساسنا طبعا الكابتن جواري ملناش كده بس احساسنا أن احنا خلاص عايزين نحافظ على الجون ده فقعدنا فترات كميرة جدا ندافع فتضغطنا بشكل كبير لدرجة أنه كان في آخر اللحظات كان الجزائل كمان هتحرز هدف التعادل والهدف بتاع هيوصلها على طول فالأمور دي بتبقى مهمة جدا أنك تحافظ برضو على تركيزك وأنك بتمشي على الاستراتيجي لأن أنت وده جديد يعني مش هقول جديد عن نادي الأهل لكن شخصية الأهل اللي أنت اتكلمت عليها رجعت مع موسيماني شوية في جزئية الفوز خارج الأرض أكيد يا كابتن أنت عارف حراك أي لعب في النادي الأهل لازم يبعانه شخصية حتى الصفقات اللي النادي الأهل بيجيبها لازم بيشوف اللعب ده هل هيناسب مناسبة لشخصية النادي ولا لا لازم يبقى عنده شخصية ولازم يبقى عارف كويس قوي قيمة النادي الأهلي فبالتالي لازم يبقى لعب عنده شخصية الشخصية دي يعني قرار في الملعب مش شخصية أن أنا يعني أتكلم بطلاقة مش كويسة شخصية يعني شخصية يعني قراراتي تكون صح لو ما تهزش لازم أبقى ليدر كل واحد الليدر في الملعب فدي دي شخصية اللعب اللي موجود في النادي الأهلي فأعتقد كمان الخبرات يا كابتن مش من لعب بس الخبرات عندك جهاز كبساد عبد الحفيز كخبرات موجودة وكل لعب كبنسام أموصان نفس القصة الموسماني والجهاز الفاني عندهم خبرات كبيرة جدا فأكيد كل الحاجات دي مرت على اللعبها والجهاز فبالتالي اللعب اللعب النادي الأهلي أنا متأكد هم مركزين من بعد الموضش اللي هناك من بعد الموضش اللي هناك بعد خلاص الموضوع تقفل وهنركز في المباراة لأن المباراة دي هتوصانا لإنهائي والنهائي والنهائي يبقى ده التارجد بتاعنا ناخد بطولة أفرار فأعتقد أن اللعبها إن شاء الله هتكون مركزة في الحتة دي في الملعب مركزة ما حدش شتتهم في الملعب زي ما كابتنهاي بيقول فإن شاء الله اللعبها تكون مركزة وأكيد وعية بكلام دوات ويفرحونها بإذن الله طب فالنيا إيه ملامح قوة الوداد من وجهة نظرك أنت الوداد برضو يعني هو راح علينا بكذا حاجة كابتن وفي نفس الوقت منها البنالتي البنالتي لو كان جاي كان هيغير السيناريو وخلي بالنا يعني برضو خلينا وقعينا كابتن الجول اللي جاي بتاقفشها هو ضغط وكل حاجة ولكن هو التوفيق في المدافع بتاع الوداد يغلط لو ما كانش غلط كان ممكن يضغطوا علينا ويبقى الموضوع 50-50 ويبقى لسا عندهم أمل تاني البنالتي كان هيغير سيناريو المباراة ولكن هو التوفيق معنا الحمد لله ولكن كان شكل اللعيبة كويس جدا عندهم شخصية في الدفاع مع قلب واحد في الهجوم مع بعض في توازن جميد جدا اللعيبة كلها كانت تقدم شكل كويس وأعتقد أنه فنان يا كابتن هم أفلنا يعني أنا في اعتقادي كان أقوى خطوطهم هو خطوط الهجوم يعني وديع وعندك اسماعيل الحداد وعندهم واحد في نصر الملعب أعتقد كل مفاتيح اللعبة دي كنا قرينها بشكل كويس وقدرنا نتعامل معها بشكل أفضل يعني بشكل أفضل كمان من إحنا كنا متوقعين وإحنا كنا متوقعين أن الوداد هو اللي بيعمل الضغط العالي لا دنادي الأهلي عمل الضغط العالي نطر توقع أنه ممكن هما جدا يكونوا هما بيحرز الهدف لا دنادي الأهلي هو بيحرز هدفه وكمان بيزود وضيعنا كمان وضيعنا فرص يعني كمان ضيعنا فرص فالجزئية دي أخرج منها وأقولك على المدير الفني المدير التغيير برضو المدير الفني هناك الفريق الوداد أربع مرات جاموندي مدير الفني الأرجنتيني عليه بعض الضغوط خلاص يعني هو خسر الدوري في آخر اللحظات وهو على أعتاب يعني الخروج من البطولة الأفريقية تفتكر أن دوت يبقى السلاح في إيديه أنه يحفز أكتر العيبة ويديهم دافع أكتر يبقى خلاص يعني دي الأشعة يعني اللي ممكن يمسكها أو يمسك فيها لوجوده في الوداد السيزن اللي جاي هو أكيد يا كابتن هو مش هبك على حاجاته طبعا يعني هو عارف كويس أو أنه يلعب نادي الأهلي وخسران 2-0 فبالتالي هو أكيد عليه ضغطات كبيرة جدا وده بان بعد البنالت المضاعي يعني وفقد الأمل خلاص اللي انت كاسباء يعني خسران 1-0 بجالك البنالت تقدر تعوض وتصد فدخل الأحباط بقى ساد الموقف واللعيبة كمان وفي حاجة كمان كابتن هناك أكيدك حداك عارف الجمهور ليه دور كبير جدا في شمال أفريقيا وكابتن هني طبعا لعب وعارف الحالات دي كلها بيبقى حوالي سبعين في المية من قوة الفرق اللي هي شمال أفريقيا هو الجمهور لكن مش هفرم يعني احنا كان نادل أهل لعب ولعب الترجي في النهائي ولعب نصفاقسي في النهائي والإستاذات متقفلة وبنكسب الفرق دي بره لكن هفرم مع الفرق دي على أرضهم فبالتالي ده كان سلاح هم مفتقدينه يعني إنه عندك الجمهور مش موجود فبالتالي ده برضه يعني مش هقولك حقيقة مريح ومفيش باور ليهم أصلا فبالتالي هم ده كان فرق معهم جدا أما النادي الآله تقريبا أول مرة أول مرة ما يحضرش جمهور صح يعني أول مرة تقريبا ما يحضرش جمهور في المغرب في بطولة مهمة زي دي طبعا عدم حضور الجماهير بالزبط يعني زي أنا برضه يعني مبقى كورونا ده وادفق أكيد على العالم كله فبالتالي الفرق اللي زي دي قوتها في جمهور بتاعها حتى ردودها يعني ردت الفعل لو حتى هما لو إحنا النادي الأهل جاب جون في أول أربع دقائق ده ضغطينك كل الوقت ومع الضغط كان ممكن يغير برضه السنار آه بالنسبة لهم ردت الفعل بتكون أقوى أكيد بالزبط لكن النادي الأهل بشخصيته يلعب قدام 120 ألف متفرق بره ما فيش مشكلة بدليل اللعبة وتاريخنا كله بيقول ده إن احنا في النهايات كلها ولكن وخصوصا جمهور النادي الأهلي لإن single guild جمهور النادي الأهلي اللي ملعبش وفي ظاهر جمهور النادي الأهلي ไม่ أحس بمطعة ولا ما أحس بالقوة فبالتالي احنا كنادي أهلي هنا بقى التارجت أو شخصية النادي الأهلي إن أنا التارجتة نحن نأخذ البطولة هو التارجت transformations تھ они think their players في النادي الأهلي بيبقى Unterstützung ليهم من بعيد مش من المعلاب ولكن اللعبة عارفة قيمة النادي الأهلي. فبالتالي إن شاء الله اللعبة تبقى عندها تركيز كبير جدا وتركيز في كل حاجة فنيا ونفسيا وكل حاجة لازم يفيد توازن من الجهاز الفني ومن اللعبة وده لازم جهاز الفني ينقلوا اللعبة ولعبة عارفة الكلام ده كويس بحس إن شاء الله ربنا سهل ونخلص المطش من أوله ونقدر نلعب مطش كبير جدا إن شاء الله نلعب نهائي بإذن الله ويبدأ الهدف الأكبر إن شاء الله حلوة الكلمة دي شكرا لك يا أمير شرفتنا بجد ونورتنا وإن شاء الله زي ما أنت بتقول النادي الأهلي ده متعود على البطولات وما حدش بيفتكر مين اللعبة في نص النهائي دايما البطولة هي اللي بتتكلم والتاريخ بيكتب البطولات وإن شاء الله تسعب إذن الله للنادي الأهلي أيا كان إن شاء الله مين الخصمة في المبارنة يا أمير شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لك دي كانت فقرتنا التانية الفقرة التالتة إن شاء الله زي ما نوهنا في بداية الحلقة هنستقبل أو حضراتكم بقى تشوفوا شريف فؤاد زملنا هيكلم عن أحدث قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي هيكلم كمان مع ضيفه كابتن عادل عبد الرحمن في أكيد المباراة المرتقبة بين الأهلي والوداد على أستاذ القاهرة يوم الجمعة اللي جاي إحنا بالنسبالنا خلصنا وهنشوفكم يوم الحد بإذن الله وإحنا بنبرك لبعض وبنحتفل بالصعود للنهائي بإذن الله شكرا لكم بيت كبير